أهلا وسهلا بكم مشاهدنا ومشاهدتنا في هذا العدد الخاص الذي سنتناول فيه موضوع يهم صحة كل المشاهدين سنتحدث في مرض منتشر في كل أنحاء العالم وبصفة خاصة في الجزائر إحصائيات تتكلم عن أرقام كبيرة في صفوف الجزائريين طبعا سنتكلم عن داء السكري لنهار اليوم ليهم كامل مشاهدين ومشاهدة قناة النهار لإثارة الحديث نتشارف بستقبال الدكتورة عمي موسى سلما أخيسائي في جراحة القلب أهلا بك شكرا ويحضر معنا استثنائيا الدكتور دادان مشاهد أخيسائي في أمراض القلب bienvenue et merci d'être venu merci bonjour الدكتور أيضا تيسوان ويحضر أخيسائي في أمراض القلب bienvenue دكتورة أبك نو bonjour merci pour l'invitation ويحضر كذلك دكتور دومينيك لبلوك مختص في جراحة القلب وشالين موسى دومينيك bienvenue avec nous bonjour merci pour l'invitation merci d'être venu pour en réchir ce débat إذن إستثنائيا المشاهدين الكيرام سنجري الحوار باللغة الفرنسية بصفة ضيافنا اليوم الكيرام اللي جونا يعني من خارج الوطن البداية ستكون مع الدكتورة سلما دكتور سنتكلم إذن عن موضوع السكري لكن سنتخصص في مضاعفات هذا الداء الجزائريين وبالأحرى سنتكلم في موضوع مهم وهو تعقيدات داء السكري التي تؤدي إلى انسيدات القلب والشالين هو مرض منتشر كثيرا في أوساط الجزائريين دكتور سلما الجزائريين يعيش في قلبه داء السكري يؤدي لهذه التعقيدات لو في البداية نتكلم على استراتيجية المنظومة الصحية لموجهة هذا المرض هل هناك يعني نعرف بالحكومة أو المنظومة الصحية عندها مجهودات اللي بحاربة داء السكري لكن تعقيدات داء السكري التي تؤدي إلى أمراض أكثر خطورة هل هناك عندكم إحصائيات أو أرقام لتكلم على جهود المنظومة الصحية الجزائرية؟ على الأسف لا لا يوجد أرقام يتكلمون عن هذا التعقيد الأمراض السكر على الأمراض السكري على الأمراض السكري على الأمراض السكري لا يوجد أرقام للمنظومة الصحية الجزائرية أن تسمى قناة مهارة جزائرية إلى عرضها وأن لدي Bros estão كان لديك ل acab otter والداء historien انجمل ويهو كانوا جزائرية ماox المنظومة الصحية مع الصحية وأنتم لعرض بإذن لا يوجد بسيطة دين للمتجعين ب vents المقبلية لديك شخص الدماري تعطيونا بأيك بنانيل شيء في ضنمي إنة ط comport الأسواق على900 عجمة لتطهي من المقبلية لنظر بشركون زيدون Donc, on a beaucoup de mal à demander aux patients de lutter contre toutes ces factures de risque qui sont des facteurs complémentaires du diabète et qui aggravent par deux, voire par cinq, les complications vasculaires du diabète. C'est un travail quotidien auprès des patients. Il faut informer non seulement les patients, mais aussi tous les médecins qui prennent en charge la maladie diabétique, que ce soit les endocrinologues, les médecins généralistes, les cardiologues, les médecins vasculaires, صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الأنقل أيضاً المقبل لدرجة ضعوا في المنصباح التمع دائمي وهمتربح البعض سيدة الاتحالة السلطن في تحديث سيدي ليس تحديث للمنظام البعض أوه ليس نجد أن تخذونك؟ ليس يحدثونك هذا لا يزال للوحيد جمع� من مدير يعطيي تحديث بر Relay السلطن وتحديث المترجم للتعقدات التعديمة وان أعرف، لن تتتتتتتت عن الوحيد في الحكومات؟ إنه يساعد هنا، وانه يساعد هنا. وليس حكومات دعنا، لا، بساعدت تتتتتتت، ومساعدت تتتتتت. فلن نتتتت نقل مع المشاركة في المحل، هناك مقارنة على المشاركة في الحكومات. وهناك المشاركة، ومن ثم جميعاً تتتتتعب، تهتم أن ينمتع في كامل وي عندي ويجبهم سيدES ويجبهم سيدون ويجبهم لكن ينمتع في حالاته لك يشعر الأسفل يشعر هذا قال لسيء يكون بعد مرة في الحارة أولاً بأنه عام بأس سيدة تتعرف جد ضيء بحث يظهر إلى تلاعب من يعرفون أنه يدعون نكتب أن يدعون أنه يبانا بحث سيدة حينما منذية الساعة لديباتة. شخصي بحادة جزوجة في الساعة احد الغريس تجربة. عندما يتوقع ، خلال المعنى على rescعت رجائع فريق الباطنة. الساعة التي يتدخل في الساعة. مع الحجر ، второй ساعر. لقد حدث اجابة. لได้ الكثير من ذلك. لقد كانو سنونا قد عميزة. فما قد يجب أن يتدخل طريق من يجب أن تتطلق. لقد اجب labourه في الساعة. إذن حتى ممكن لإشارك المشاهدين معنا في الحديث يعني مضاعفات مرض السكري ممكن تكون خفية عند المرضى عند مرضى داء السكري في الجزائر للاسف يعني من الممكن جدا أنه عندكم تعقيدات لكن الكشف المبكر أو الكشف المتأخر عن تلك التعقيدات هو اللي رح يزيد يعقد أكثر وأكثر حالتكم يعني ويقول أنه هناك حالات ميتة يعني حالات موت بسبب تلك المضاعفات Dr. Tissot on aimerait aussi parler des risques en fait on dit que l'atteinte des gros vaisseaux fait la gravité de la maladie mais si on parle des petits vaisseaux est-ce qu'ils sont aussi atteints ? Alors oui tous les vaisseaux sont atteints les petits vaisseaux ça dépend où est-ce qu'on se situe les petits vaisseaux il y en a dans les jambes et ça elles sont ils sont parfaitement peuvent être traités par les chirurgiens il y a aussi les petits vaisseaux qu'on appelle la microcirculation donc là c'est un niveau qui n'est pas traitable chirurgicalement qui n'est pas traitable du tout sur un plan physique par contre c'est la prévention qui va permettre de limiter l'atteinte de ces petits vaisseaux donc que ce soit au niveau de la rétine au niveau des extrémités au niveau des reins ça fait partie de l'atteinte du diabète Est-ce qu'il y aura des indicateurs par exemple la patience qu'elle pourra découvrir que ces petits vaisseaux sont atteints ? Alors oui parce que avec l'atteinte des petits vaisseaux on a ce qu'on appelle une neuropathie avec des sensations nerveuses à la fois une baisse de sensibilité et à la fois des sensations nerveuses douloureuses qui peuvent survenir au niveau des extrémités des pieds et qui vont être responsables aussi cette baisse de sensibilité de l'atteinte de lésions et de ce qu'on appelle le pied diabétique les plaies du pied diabétique puisque les gens peuvent se blesser sans s'en rendre compte la plaie évolue et c'est comme ça qu'ils arrivent chez le docteur Aminoussa avec une plaie qu'il faut traiter et surtout vite rapporter du sang au niveau de cette plaie pour qu'elle guérisse C'est vraiment toujours des problèmes liés à ces vaisseaux même les petits vaisseaux donc ils pourront être atteints facilement Oui C'est ce que vous dites Les petits vaisseaux font partie ce qu'on appelle la micro-angiopathie diabétique font partie de l'atteinte du diabète de cette maladie qu'est le diabète du coup dans l'atteinte du poil de la pente des rangs dans l'atteinte basculaire Dans le cas Alors, docteur Aminousa n'estime M'esprit de moi maintenant il y a déjà while-terrain d'avoir eu des maladies de la pente d'hier D'as-tu à un sujet ivelporis avec la pente avec la pente c'est ce que tu as, aussi par la pente Des maladies de la pente Vous avez des maladies de la pente Mais vous avez sales Une fois on parle à la pente Je t'en parle Il y a plus Vous avez des maladies de la pente Es que c'est passé qu'on appelle c'est ce que j'enfant il y a posé هل تعطينا بعض الان؟ ماذا؟ يعني أن الشيء مرد في البيئة المعادة عن المعادة عن التحالي لا تكون مستطعين لا تكون مستطعين لا تكون لديهم مستطعين فسيكون يجب ان تكون المستطعين ويجب أن يستطعين ويجب أن يıldي حصل على الفتاب الأنموب الأنمي ويجب أن تشايد على المشاوات أجل ويجب أن يدعون لحضفاك بشيوات الأبدية كما بشيتستيحة الأنمية لكن في الشارعات الأنم، كما تشاهدون المشاوات الأود وحدانسة الكثير من المستقبل أننا قمت بشيوات الأنموذين من المستقبل هل من أن يقلون أن عددين المشاوات الأخيرة الأنميات الأنمية؟ لا، لا، أنت جاءت للمشاوات الأنمرة لاحقين كاريما بسكنر عنده عامين ثلاثة ويخلي يعني فيها مرضى يخلين ويضاعف لحالتها ايه بصح حليلوك ومشي هو سنة راح شاف قالوا له لا لا راح تمشي دوك يعود يتحل او ما يعود شي تحل كي تمشي سدير او ميشيل بوانباري توتالاخ كي تمشي سبش تخلق العرق وحل دوكارين صغار بصحة دوك العرق تاني يصون اكسبوزي للمرض ودوك العرق مايكفوك الجانب لانباري توتالاخ كي تمشي او ما يرسي لك بوشيت لطرق بصح مالية الشراء تكتبه يوجد الوقت ومشي دوك الحل عرق وحد دوخاري يكّن تارغان secondaire انه يؤد يلاحق لك دول تحت او يما يمكنك المعرض expendام به ومن يمكنك التجارة انه على الناس بيأو ما يرسي لك انه على الناس أمه أصبعتها رجلهم دي جاك حال. يعني الإصابة ممكن أن المريض نفسه هو اللي ساهم في تعقيد حالته. أنت قلت في للأسف. بعض المرضى لم يأخذوا النصائح اللي كانت مفيدة لهم. عرف أنه عنده انسيدات شريين. لكن قلت هاون شوي. رح فحص شاف السقصة. المريض طيب تهو. رح فحص في مصلحة جراحة أو عيالي كان في العاصمة ولا كان براء. وقالوا لولا ما تحقش عملية رح تمشي. حتواني الحق لنا. حتواني الحق لنا. نعم. القدم السكري كذلك منتشرة كثيرا في وسط الجزائريين. هي عملية تكلف وكذلك بعض الحالات التي تكون خطيرة على صحة. عملا يعني في ربعة رانا كم تافقين على الطب الويقائي. يعني في ربعة أشرته منذ البداية إلى الويقاية. وكأن الويقاية تبقى أفضل وسيلة التي تقدمها هذه المع .... ونحن آدependutto ون춰دى الويقاية وتكلفضل وسيلة. سعرف شخصة كثيرة موسيقى كنسرات التراكز على النور لم Entertainment 2، المعبون في الواجبات ، المعبون في البنائية من المسألة باعات صادية، المتوارات لذلك أعلم من أوفوضة هذه الد огромات آخر لحظة أسراء للنور، ويساعد ذلك لا أجد لأنك يدرون للتعارض الواجبات لأسراء، جذب بلعاب الأسرة، بلعاب الأسرة كل ذلك يمكنك أن يبغي من أول مثل الزائل معين ويجعلون يمكنك أن تفقق في الكيات ويكيف مضع تقلل من المزيد الخاصة معه يمكنك أن يجعلون أن يتذبون التعامل و يمكنك أن يترجم في القرآن الشرSO على مضع الحديد من أنقوة في الهلاء الآن رائطاني البلد سواء السورج. لذلك يقولون أنه يجب أن تتحدث في المعارضة. بالطبع لأنه يجب أن يكون كبير في مراقبة الأبناء. حتى الناس راشدين يجب أن تكون نظام غذائي صحي لكامل المشاهدين كبير في ال範ف يأيّ من البعضه بإيجابة المشاهدين قتل أن يكون ثMRbuchتاناتية في البعض المان75 لاحقا حمنا Ludov Claudio أمنε أن يكون أمام خطتي هو دمينيك. إنها مددد في الاسم. ويسالة ليست في الاسم لا يدد دائمين. لكن هي أيضا على الوحيد المعارضة في كل المشاريع. ويجعل بسطوة القدرة. وهو مددد هناك ويجعل الأسوال الوحيد المتحفة. في مددد لديو أصبع التالي. توقفه لحياتة الغم ويوجد تشاهد أنه يوجد مستوى المعارضة. إذا يوجد إذنك أشياء ، يجب عليكي ، الأفراضي ، ويجب عليك إذنك الأخريار ، لأنه سيكون الأخريار ، وهذا سيئران أعطيقات لبعض المعبضة. وعندما أتبعون الإعلام التي تتعطيق التالي ، إذا أصبحت الحالات ، يسأل الانحصة ، يجب أن يأتبع أسرع ، يجب أن يتعطيقات أفراضية ، وعندما أتبعون الإعلام ، لأن الإنظار في لبعض الأنساسية ، فهو يبدأ بسرعة الإجابة ، c'est à ce moment-là qu'il va falloir insister sur la prévention, l'arrêt du tabac, le régime le traitement du cholestérol évidemment un équilibre du diabète le plus parfait possible et une activité physique aussi régulières que possible pour avoir un entraînement y compris au niveau des artères du cœur En tout cas on reviendra tout à l'heure sur les conseils qu'on pourra fournir aux téléspectateurs Par rapport à ça دكتور أميموس تكلمنا الآن على الطب الوقاية أو على الوقاية ودورها في تفاديها التعقيدات في تفادي هذا المرض لو نحكيه الآن على الجراحة بيوسف تكنتية كذلك جراحة يعني كلمين على الجراحة أكثر وركزين عليها أكثر في هذا يعني جراحة شارين لو ندخيله واحد مصب بيدأسه كريم من دون شك حالته أو طريقة العناية به مش رح تكون نفسها مع شخص عادي اختصاص تخلق معندوش بزيف يعني اختصاص تخلق معندوش بزيف وفي أين دون شك لزيف إما أمدتون شكرا لجيه وفي أول جراحة ما ندخيله إليه لا يستغرق معندوش بزيف إذن نتحن هذه أخرى معندوش بزيف يعني لديولوحد شخص عشر كريم من خلق معندوش بالكوتر لكن sens memorان ث ومان تبين فالحالته وفالحالته ودين هذه الأعجرد وفتحو ودين هذه الأجرد وفالحالته ومالكورو إذا أدتم ان تكون هناك مواضي ومعرفة القرنة ونحن لديها ايضا لكن هذا هو مفترض أغنقل ونقرأ ونقرأ ونقرأت منها ونقرأت أيضا ونقرأت منها لدينا لن يتحدث لن تكون مددا والدولي فلن تكون المتحدد بالطبع في الجزائر كما تكون المتحدد يجب أن يكون المتحدد يجب أن يكون المتحدد مش har800 سكريه ما ملاء راح دقصبان علي rach leklavamp خير مترحلك لاجمب خير مترحلك وخير ما ترحلك لكلكل دانك داماي سيبió فاتليت دي سوفي سنجم دي شغالو ميش تغالي أنا قلت يعني ممكن في بعض يقول أنه علاج القدم سكر يعني كلف باهض يعني بالنسبة لي خاصة أنه هذا التكلف تاقع على عاتق الدولة في الجزائر فيما يعرف بمجانية العلاج يعني شون جيمال نعم. عندك مريض. عنده داء السكر. نعم. انت لقيت عنده. هو بجي يحكي لك. يقول لك هني نمشي نمشي نمشي. دمان با دو سامة تحكمني لك خان في المولي. تحبسني. دي له دوبلير. او عنده عرق مبوشي سوق دو سنسيمات. ولا سوق دوز. نبورتا كوا. تكمل بسكانير. تعرفوا كيف تفعل. وبعدها هاد لك. سوى دي له الرسورس. سوى دير له البونتاج. اكسلكت له دركة. او هاي. اكسلكتو. نعم. سيحكي. بتحكي تفكر المولي بسيحة القوائم. قطع المولي بسيحة. قطع式. دو دوز. وبالتالي سبط لأكلس بطالي قنص وعندما يضع الملد أم الضرب وهكذا تضع الفضل كيف تقليف أمود سوف تعالجته تقليل رجل وتضع الفضل فضع الفضل الشيء سيكون قام بتقليف alors نعم يمكن أن تقليف خطورة على صحة المريض وقدنا أنه تتكاليف أنا ليس أكسبرت في فنانس حتى أنا لكن معروف هذه المعلومة معروفة عند العام والخاص أنه تتكاليف علاج خاصة للجراحات فيما يخص القدم الزكريا وعلاج للجراحات ممكن يكلف باهد خاصة أن هذه العملية تجرى في المستشفيات بالمجان لا تتكلمون عن القطاع الخاص لكن حتى القطاع العام في المستشفيات تجرى وحتى بعد ذلك متابعة المريض دائما تكون على عاتق لا تتكلمون عن القطاع الخاصة إيموغروبي إنجليكي باركزامل 12-11-15 تقول لك لا يجب أن تحضر تقول لك على عينك على لغة على رجلك تقول لك بسحة نرمال هني ندل لنسولين ولا هني شرب الكاشيات بسكبوبوكو دالجيريات كي تدرب الكاشيات ماكش دياباتيك كما تحقش لنسولين ماذا ما لحقت الديابات دونك تقول لك يقول لك أبو مش يقدر يصلى لي تقول لك تكمل عمات تكمل دياليزي وتكمل أمبوتي تقول لك لا لا تقول لك لا لا ما قالوا ليش مقبل نعم يعني هلوك حملة ديك ممفع عمات نعم حتى الحاملات رح نتكلم فيها عموما في غياب الحاملات التحسيسية هناك صحيح حاملات تحسيسية في الجزائر للوقاية من داء السكري وتعقيداته لكن تبقى في المجمل حاملات تقليدية كلاسيكية يعني ما رحيش تحقق نتائج المرجوة مثل الحاملات التي تقام في دول أخرى عموما رح نواصل وحاديثنا حول داء السكري وتعقيدات هذا المرض التي تؤدي إلى انسداد الشرايين هو اللي تفصلنا فيه لنهار اليوم رح نواصل وحاديثنا مشاهدنا بعد هذا الفاصل أهلا بكم إذن مشاهدين من جديد في هذا العدد الخاص دايما ليتحدث على صحتكم ومرض السكري لكل مشاهدين الكرام ابقوا معنا إذن للحديث أكثر تكلمنا على مرض السكري وعلاقته بأمراض القلب وانسداد الشرايين تكلمنا في الطب الوقائي والآن سنتكلم على الطب وطب الأدوية دكتور مثلما يعني أنت كذلك أخصائية في جراحة القلب هناك العديد من الجزائريين أو المرضى الجزائريين المصابين بيداء السكري ليشريوا أو يشخصوا مرضهم بنفسهم ويستهلكوا الأدوية دون استشارة طبيب خاصة لعندهم تعقيدات في القلب وفي ضغط الدم هذا من دون شكل خطورة دكتور خطورة كبيرة نعم عندما يرون المرضى عنده دوا لكن يحب يوجع قلبه يشتري هو الدواء بنفسه بلا وصفة طبيبية لا 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 هناك من قبل أن يأخذ وصفات طبية عند الطبيب يقول لك بعد مدة يقول لك دائماً نفس الأدوية لا أعود أن أقول لك أن الطبيب ليس مضطر أن نشر الأدوية هذا كدلك فيه خطورات خطورات كبيرة يكون لديك مرض كرونيك مزمن نعم مرض مزمن يكون لديك مرض كرونيك كي يكون لديك مرض كرونيك أو لديك قلبك مبوشين لديك عرض كارديولوج حتى أدوية حتى أدوية ارجمت إلى أن يعطيك لديك المقضلات حتى أدوية حتى أكثر كنت أدوية جداً كنت أريد أن يرى أنه يلتقى أنه يرى أن يرى أن يرى أن يرى أن يرى كلا مزمن مستنع ومممتع ديكلة لكوكور لتعرف إذا كان هناك مشكلة فالذي تفعل خلاله ومممتع على الأرض وهو رائعه على الأرض يستطيع التذيطسكوب على الأرض ومتعره في هذه المنزلة وليست هكذا لكي تستطيع التذيطسكوب لأرض لكي تستطيع التذيطسكوب لذلك لا فالساسي يحتاج إلى خلاله حتى نوجد في صحيحة المرضى المزمين يتحدث عن الطبيب وهو أمر يجب أن أقولكم دكتور عامي موسى يعني الاستشارة الطبيب تبقى أفضل حل العلاج وشيراء الأدوية دون استشارته يبقى فيه خطر ورح يعدي عفوني لتعقيدات تكون أكثر وأكثر يؤدي للموت يؤدي للموت نعم وبما نحن رح نتوصله أكثر مع المشاهدين ونستقبله اتصال من عند مصاب بداء السكري إبراهيم هل أنت في الاستماع سلام عليكم أهلا بك إبراهيم أنت مصاب بداء السكري ونحن نتكلم على تعقيدات هذا المرض وخاصة علاقتها بأمراض القلب وشريين أتفضل بسؤالك أبراهيم أريد أن أعلم عن المساعدات التي يمكن أن يكون تحضرها بالضيابات وعلى الناس والأي لأنه يبدو أن تحضر لأنه يبدو أن أعلم لذلك أريد أن أتكلم بذلك شكرا شكرا أبراهيم شكرا أبراهيم بسر يكبر وأنك فدر عمقى كون يتصرف انغرز كون أردع امع مأمقى و são سعيد أنك تتكلم أنه يتصرف إليها أجد أنه ليس تنوي بردع من نفسي دائم آن و أني مقصد بشكل سعيد أنه لا نساء قد يشاهد إليها لا يستطيع الولاد في السعيد هل يديك شعر يمكنك أن يكون الحصول على الكلامة؟ إذا كان لديك شعر كذا لذلك، يجب أن يكون الأساسي بأنه في الكلامة إذا كان يدفع فيها جنوى جنوى سوى الطعامة تجربة عليه في حدثة الناسية ويجب أن يكون على السياسية يجب أن يدفع على المهن يساعد أن يساعده في أساسي qui pourra vérifier une circulation et s'il y a un doute sur le sujet éventuellement faire un écho de plaire pour bien vérifier qu'il n'y ait pas d'atteinte artérielle le fait de voir ces veines sur les pieds n'est pas du tout péjoratif ça n'indique pas une complication forcément mais ça vaut le coup d'aller voir et puis si c'est normal à ce moment là il pourra profiter des conseils de prévention telles qu'on en a parlé tout à l'heure من جيدة حيوجيا في حياة حياة جزوجيا نظمع الأشخاص في صفحة يجب أن يف Monitor أن يفعل السلاطين من أمان يستطيع التطبيع في صفحة عد من العكس نحن نكتب على السنبغة لكن تحكير من صفحة حينها كان في صفحة هل هذا un évجري لاتهم؟ مهارات بالدفع لتقليل على المسلمين من المنتظر الأمر والشخصص بقليل على الأمام؟ ًا لا توجد السمد التقليل على المشكلة قد يتبعون كارثة ليس شخصايا. ما يدعن عليك السمد전에 جدولة في المملكة السمدة في البلاد والطاعة والمضاء wontنا تقليل على التقليل على مكان السيارة. وسيطان فيها السبب من المختلفة علمهم من المتحارات المسكوية وهو حدية المتحارات المتحارات المستشرقية التي سوريها أكبر إنها الانتجار الأخرى فإنما يوجدون أن يتجارات المتحارات halfية ضمن أبيوت وهو الأولاد الخير وله مضع الكبير التي اخذها بالطبع وهو الأولاد الروسيط جماعة الأولاد الم manifestation في ذلك في حصول جديوه ليبقائك في نظام حقوقN يمكنك أيضاً ودحبكة منزل على المؤسسات في مرضتك العنقابة عزقل في خارجك اخرجتك في نظام وانتق Lilia يمكنك أن نفذع جديدة من فالفع وعلى حضور جم foreigner في نظام النافع على نظام النام في الأرض من يمكنك بوضع المشاركات على المساركة وهذا لا مرة أسراباً في ذلك التجارة بشكل من المتحدثين كما يتابعون السيادي وقبير لكي تحليل التببييات على الأخصائيين في حالة وجود أي تحقيقات في الجسم كما تكون أفضل حالة إلى مواجهة هذا المرض مستدعون يقضي كما تتحدثت مع سلمة على الزلالة بسيومية وقبير المتحدثات عن التنظيم التي لا تتعليكم على المتحدث يكون هناك بعض الأطيام. يمكنني أن أتبع لكم بالأطيام بحضورة. أيضاً كلمة شركة النشاوية ويأتون أن أثناء مثليهم يترون بحضورة البنية ويأتون أن أظناء أطيام أن أتصاب بحضورة أو مواجهة للجميع أو أن تنعوين على الأطيام au niveau du pied. Donc on est obligé de revenir à M. Michel pour parler de ça. Si on peut parler de médication, oui d'abord l'automédication dans le cadre de la prévention chez le patient diabétique, à part l'aspirine qu'on peut avoir en France sans ordonnance, le reste des traitements qui sont préconisés sont sur ordonnance. Donc il ne va pas y avoir d'automédication sur ce plan-là. Et la prévention médicamenteuse alors qu'il est proposé au sujet diabétique يوصى سنعقديما يوضح المرئة بالخصوصيح ابرهي ومن المطلبة بالكامل من الزيجال مع البصدات المختلفة على التخلاف على حيات التخلاف التي تجعلها على الحل المقابلية تجعلها بعض الوطن من العضور الأخبات لأنها تجعلها حيث عائلية من الأخبات المشكلات والعملية إخلائها من المنطقة التي تبقى عديد لصفكات مع الضوء، وضع طريق الضوء كما تجعلها المقابلية وهي أعنى الكثير من المقابلية في المثالات المتكفلية وهي ليس فقط على المقابلين في أيضاً في المنطقة لا يمكن أن يساعده لا يساعده لا يساعده على مدينة فهو يعني علاج اختراع هنا يعني اختراع هنا فقط وما عندوش اي نتيجة يعني باش نفصلو اكتر في بعض الاطباء يقول لك نديرلو الغاز يعني الغاز عفون في رجلو ما فهمناش هل هذا علاج طبي أو داكو أنا فقرأتي مع الموليش بلي دي بوشي العرق بسا ها on parle de كاربوكسي تيرابي تريدون أحدك؟ تريدون ده ديسない تارد اسم دي بالمن رأيكسي تريدين هناك. Il n'y a pas 36 traitements, il y a des traitements établis dont la preuve a été faite qu'ils étaient efficaces. Il s'agit déjà de la revascularisation dès qu'il y a un problème artériel, cette revascularisation réalisée par les chirurgiens et puis du traitement de la plaie elle-même au niveau cutanée avec différents pansements dont certains ont fait leur preuve et surtout سواء. عندما يلتقل يدعون أنه يتفقق، يجب أن يجب أن أرسل على المفتال. أما أعلم أنه لتعلم أكثر على شخص العمر. هناك للمشاركة. لكن سنفعلق مهنة للمشاركة، أنه أيضًا قد أكثر على تحصول على الملكة. لذلك، لا يوجد تحصول على شخص حيثاً لديم شخصة. ويستمرت بضع لكيه في الانطاري. سيدة في الذين يلعون. وليس حاليا، عندما يقولون، عليك ان تقوم بعمل الإنسان العقادة. انداني من الانطاري، لا يمكن أن يجعل هناك. الكثير من الانطاري، يمكن أن يكون هناك قلع بعمل من الاخذ، ولكن يحاولون انطاريز الانطاري، لا يمكن أن يجعل هناك. على حالة نتتعال لا يمكنك ان يكون هذا الانطاري. ما إذاً دكتورتي إليم تنصح الجلال العيلة الاغفوان بالغاز في كثير من الاطباء والبعض الأطباء انا قولوا دكتور استلمان اليق Friedارحوف في الجزائرية لا 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 بإذناء لا يمكن أن يكون إتباطة بالنسبة لغول الإستيتيك لا يمكن لكن هناك الكثير من الجزائريين وهذا يمكن أن نتكلم على بعض الجزائرين للأسف لقلهم يأسهم أن يلجأوا لإقتناء بعض الأدوية يقولون أنه من ناس غير مختصين في كل مرة يطلع علينا في الجزائر بعض الباحثين ويقولون أنه عندي علاج في بعض الأحيان يكون علاج كيميائي يعني ليس علاج بالأعشاب علاج كيميائي غير مصادق عليه للأسف اللي يأس على المرضى هو اللي يخليهم يقتانيوا هذا الدواء ويستهلكوه يعني من دون شك عندك كلمة في هذا الشأن دكتور أكثر لي لدوات لدواء السكر أنا نتكلم على دواء لدواء السكر ودواء لكومبليكاسيون مثلا عنده مرض سكري ويقولون له أنه يقضي نهائيا على الانسداد وكذا وكذا يروح يشري دواء غير مصادقة عليه من هذا الأشخاص ماهوش أخصائيين أصلا في هذا المرضى خطير جدا نعم خطير جدا خطير المريض خطر خطر كبير نعم يجب ليسوا واحد يلعبها كذا سيكون عندك مرض وتعرفه وعلى بالك هو الحل اللي قدامك تبقى الحل يعتوك للميزا تشعند إزاربوري يشتوه كذا سي 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 تري دانجور سي ولي بيعد ويقول لك لا لا يحل سيجب قبل أنت سي سيسر أو لا شوس احل سيارة لا لا سي 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 س où certains chirurgiens proposent des grèves de ganglions là encore ça fait partie des choses qui n'ont pas fait leur preuve il y a toujours des gens qui c'est bien qu'il y ait des gens qui cherchent mais ils ne peuvent pas il faut faire des études, il faut essayer c'est un cas de protocole toujours, on ne peut pas faire ça comme ça chez soi sans demander l'avis de personne sans comité d'éthique donc si on veut faire des expériences ok, il faut que ça soit protocolisé c'est tout certainement, mais il faut toujours consulter des médecins si on passe maintenant, est-ce qu'il y a vraiment un moyen de limiter définitivement les risques sur le coeur et les vaisseaux concernant cette maladie pour les diabétiques bien sûr en tout cas on peut réduire les risques, on ne peut jamais arriver au risque zéro risque zéro c'est pas possible même si on maîtrise bien sa glycémie et que le diabète est bien contrôlé ça ralentit énormément les complications, ça réduit les complications mais voilà le risque zéro n'existe pas mais bon, avoir une bonne observance du médicament et une bonne tension etc c'est déjà pas facile à obtenir déjà arrêter de fumer pour un diabétique ça serait quelque chose d'extraordinaire parce que vous vous avez fini de fumer vous avez fini de fumer ah oui bien sûr bien sûr moi je vais céder la parole la parole de la fin pour les pour les médecins une dernière recommandation un conseil pour les diabétiques une recommandation c'est un petit peu ce dont on a parlé pendant toutes ces minutes une recommandation effectivement d'hygiène de vie de prévention que ce soit pour tous les facteurs de risque dont on a parlé pour leurs pieds qui sont précieux et surtout et surtout quand il y a une lésion quand il y a une douleur dans les pieds dans les jambes ne pas laisser traîner et aller consulter faire un examen échodoplaire aller consulter un chirurgien parce que si il doit si les artères sont atteintes il faut se dépêcher de les traiter avant d'en arriver au stade de la grande graine de l'amputation etc docteur Michel dernier mot dernier mot malheureusement le diabète c'est une maladie chronique donc il va falloir cohabiter vivre avec et puis surveiller très régulièrement il ne faut pas relâcher la pression et il faut surveiller les reins les yeux les jambes voilà c'est un peu c'est un peu contraignant c'est ce qui fait que les patients se découragent peut-être mais voilà il faut malheureusement cohabiter avec sa maladie et toujours à vous recommander la prévention docteur Dominique un dernier mot on n'a pas beaucoup parlé de technique chirurgicale c'est vrai que c'est un peu rébarbatif allez-y brièvement plus que la la caboxythérapie je pense qu'il faut parler quand même un petit mot des nouvelles techniques endovasculaires qui ont permis de déboucher les artères de petits calibres maintenant on arrive à descendre des petits ballons voire des petits stents qu'on peut mettre en place dans les petites artères de jambes des artères qui font 2 mm pas plus et ça permet justement de déboucher les artères et de revasculariser des pieds qui sont vous parlez excusez-moi vous parlez des techniques qui ont été évoluées qui ont évolué tous les jours depuis 10-15 ans aujourd'hui on a des nouvelles nouvelles technologies qui nous permettent de vraiment de descendre dans des vaisseaux de tout petit calibre et qui permettent de déboucher des tout petites artères et donc de revasculariser des pieds des orteils avec des c'est des techniques très avancées Docteur Amin Selma je ne vais pas vous demander de nous parler d'une technique d'une technique de la 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 technique Rélicitations si vous avez plus de 20 ans de diabète ou même 10 ans avec l'hypertension et du tabac. Il faut faire des doppelers. Si ça ne va pas quand même, n'hésitez pas à changer de technicien pour faire le doppelers. Au moindre problème vasculaire, consultez un chirurgien vasculaire pour avoir une conduite à tenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501